كرم الصندوق الاجتماعي لتنمية فرع المكلة المدير العام السابق له المهندس محمد بن محمد الديلمي وذلك نظير جهوده الجبارة في خدمة التنمية المحلية في محافظة شبوى وحضر موت والمهرة طوال ثمانية عشر عاما الماضية وخلال حفلة تكريم الذي حضره محافظ شبوى محمد بن عديو عبر المحافظ عن اعتزازه باحتضان المحافظ لحفل تكريم المهندس الديلمي باعتباره هامة إدارية ناجحة مثمنا على الجهود الجبارة التي بدلها في خدمة اهداف التنمية المحلية بالمحافظة خلال السنوات الثمانية عشر الماضية منوها ببصماته في خارطة مشاريعها التنموية المنجزة والمشهودة في عموم المديريات مؤكدا بان صندوق اصبح شريكا وصانعا حقيقيا في مختلف المجالات التنموية بالمحافظة من جانبه استعرض المدير الجديد للصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلة ملامح من النهضة التنموية التي تحققت في محافظة شبوى في ظل قيادة المهندس محمد الديلمي للفرع وقال بانها تجاوزت خمسمائة وعشرين مشروعا منها اثنين وخمسين مشروعا ما زالت قيد التنفيذ مؤكدا مواصلة السير على نهجه في خدمة قضايا ومتطلبات التنمية في المحافظات الاربع